توقفنا في نهاية الجزء الأول عند قوة الشد ما معنى قوة الشد؟ هي أي قوة يبذلها حبل أو خيط أو ما شابه ذلك تختلف قوة الشد عن القوة العمودية بأنها تسحب فقط أي أن الحبال وما شابهها لا يمكن أن تدفع الأجسام وتتشابه قوة الشد والقوة العمودية بأنها لا تملك معادلة خاصة لإيجادها إذا أردتم إيجاد قوة الشد، ادخلوها كمتغير غير معروف في قانون نيوتن الثاني وبما أن قوة الشد تسحب الجسم دائماً عند تمثيل قوة الشد بيانياً تأكد دائماً من رسم اتجاهها بعيداً عن الجسم الذي يؤثر عليه الحبل تعتبر قوة الشد متجهاً نظراً لأنها قوة ووحدتها لنيوتن حاولوا حل هذه المسألة على قوة الشد افترضوا أن هناك صندوقاً مثبت بحبلين وأردتم مقارنة مقدار قوة الشد في كل حبل مثلوا هذه الحالة بيانياً على هذا الشكل تتجه قوة الجاذبية إلى الأسفل على هذا النحو وقوة الشد الأولى T1 إلى اليسار وقوة الشد الثانية تتجه قطرياً إلى اليمين والأعلى وبما أن الصندوق ثابت يجب أن تكون القوة متوازنة في كل الجهات أي أن المركبة الرأسية لT2 تساوي مقدار قوة الجاذبية ومركبة T2 الأفقية تساوي مقدار القوة T1 لكن إذا كانت مركبة واحدة لT2 تساوي T1 بأكملها هذا يعني أن قوة الشد T2 أكبر من T1 بمعنى آخر إذا كان جزء من T2 أكبر من T1 فإن T2 أكبر من T1 بالتأكيد انتقلوا الآن إلى قوة الاحتكاك الحركي وهي القوة المبذولة بين سطحين ينزلقان على بعضهم البعض وهي تقاوم حركة الإنزلاق التي تحصل بين السطحين تتناسب قوة الاحتكاك الحركي مع القوة العمودية بين أي سطحين وتتناسب أيضاً مع معامل الاحتكاك الحركي بين سطحين ولا تعتمد قوة الاحتكاك الحركي على سرعة الجسم المتجهة أي إذا بقيت القوة العمودية والمعامل كما هما فلا يهم مقدار سرعة الجسم أو مقدار الدفع أو السحب ستحافظ قوة الاحتكاك الحركي على نفس القيمة بما أن الاحتكاك الحركي قوة فهو متجه ووحدته ألينيوتن حاولوا حل هذه المسألة على الاحتكاك الحركي انطلقت سيارة بسرعة معتدلة ثم ضغط السائق على الفرامل بقوة ما أدى إلى انزلاق السيارة حتى توقفت اختر تغييرين يزيدان مسافة انزلاق السيارة حتى تتوقف يمكنكم استعمال معادلة الحركة هذه بما أن السيارة تتوقف في النهاية هذا يعني أن سرعة المتجهة النهائية تساوي صفر وستحصلون على المسافة تساوي سالب في صفر تربيع على اثنين ضرب التسارع إذن لزيادة المسافة يمكنكم زيادة سرعة السيارة الأولية أو تقليل معدل التباطئ استعملوا قانون نيوتن الثاني لإيجاد ما يقلل مقدار التسارع القوة التي تقلل انزلاق السيارة هي قوة الاحتكاك الحركي وبما أنه لا يوجد أي قوة رأسية إضافية القوة العمودية تساوي M ضرب G وبما أن M هذه تحذف مع الأخرى فإن التسارع لا يعتمد على كتلة السيارة وتقليل معامل الاحتكاك سيقلل التباطئ وتقليل التباطئ سيزيد مسافة انزلاق السيارة حتى التوقف ماذا عن قوة الاحتكاك السكوني؟ تحاول قوة الاحتكاك السكوني منع السطحين من الانزلاق في بداية الأمر وستقاوم أي قوة تحاول تحريك الجسم إلى أن تتعدى قوة التحريك على قوة احتكاك سكوني محتملة بين السطحين وهي تتناسب مع القوة العمودية ومعامل الاحتكاك السكوني مثلا إذا كانت أعلى قيمة لقوة الاحتكاك السكوني تساوي 100 نيوتن وحاولتم تحريك الجسم بقوة 80 نيوتن تمنع قوة الاحتكاك السكوني الجسم من التحرك بقيمة 80 نيوتن وإذا بذلتم قوة 90 نيوتن ستزداد قوة الاحتكاك السكوني إلى 90 أيضا لكن إذا زدتم القوة إلى 110 نيوتن وهذه القيمة تتخطى أعلى قيمة ممكنة لقوة الاحتكاك السكوني سيتحرك الجسم ويتحول الاحتكاك إلى احتكاك حركي مع انزلاق الجسم حاولوا حل هذه المسألة على قوة الاحتكاك السكوني افترضوا أن هناك شخصا يدفع ثلاجة كتلتها 180 كيلو جرام ومعامل الاحتكاك السكوني بين الأرض والثلاجة يساوي 0.8 إذا بذل هذا الشخص قوة 50 نيوتن على الثلاجة ما مقدار قوة الاحتكاك السكوني المبذولة على الثلاجة؟ جدوا أولا أقصى قوة احتكاك سكوني ممكنة باستعمال المعادلة نظرا إلى عدم وجود قوة إضافية في الاتجاه الرأسي فإن القوة العمودية تساوي مجي فقط أعوضوا القيم في هذه المعادلة قوة الاحتكاك السكوني تساوي 1411 نيوتن وتذكروا أن هذه القيمة هي أقصى قيمة محتملة لقوة الاحتكاك السكوني الطاقة المبذولة على الثلاجة هي 50 نيوتن إلى اليمين أي أنها لا تتعدى قيمة الاحتكاك السكوني القصوى فقوة الاحتكاك السكوني ستقاوم هذه القوة بقيمة 50 نيوتن إلى اليسار فقط وستستمر بمقاومة القوة المبذولة إلى أن تتعدى أقصى قوة ممكنة للاحتكاك السكوني المنحنيات هي السطوح التي لها زوايا معينة وتنزلق عليها الأجسام إلى الأسفل أو الأعلى وبما أن الأجسام لا تسير داخل المنحنة أو خارجه تكون حركة الجسم موازية لسطح المنحنة ولا يوجد تسارع عمودي على سطح المنحنة أي بدل تقسيم القوة إلى X و Y اقسموها إلى قوة عمودية ومتوازية مع السطح مركبة الجاذبية الموازية لسطح تساوي Mg ساين ثيتا حيث ثيتا الزاوية بين الأرض الأفقية والسطح المنحني ومركبة الجاذبية العمودية على سطح تساوي Mg كوساين ثيتا وثيتا هنا هي أيضا الزاوية بين المستوى الأفقي والمنحنة بما أنه لا يوجد تسارع عمودي على السطح فالقوة المحصلة في الاتجاه العمودي تساوي صفر هذا يعني أن مركبة الجاذبية العمودية هذه تلغى مع القوة العمودية ولهذا قيمة القوة العمودية تساوي مركبة الجاذبية العمودية وبما أنهما يلغيان مع بعضهما البعض القوة الكلية على الجسم على منحنة تساوي مركبة القوة المحصلة الموازية لسطح المنحنة والتي تساوي Mg ساين ثيتا إذا لم يكن هناك احتكاك أما إذا كان هناك احتكاك فإنها تساوي Mg ساين ثيتا ناقص قوة الاحتكاك لكن انتبهوا عند إيجاد قوة الاحتكاك على منحنة فالقوة العمودية لا تساوي M ضرب G بل تساوي Mg كو ساين ثيتا حاولوا حل هذه المسألة على المنحنيات افترضوا أن صندوقا بدأ الحركة بسرعة كبيرة من أسفل منحدر عديم الاحتكاك ثم أخذ بالانزلاق إلى أعلى المنحدر حددوا مقدار القوة المحصلة المؤثرة على الصندوق عند النقاط W و X و Y و Z الواضحة أمامكم عند طيران الصندوق في الهواء عند النقطة Y تكون القوة المحصلة المؤثرة عليه هي قوة الجاذبية باتجاه الأسفل أي M ضرب G إذن القوة المحصلة متساوية عند النقاط Y و Z أما على المنحدر القوة المحصلة تساوي المركبة الموازية لسطح المنحنة وتساوي Mg ساين ثيتا تتجه القوة المحصلة إلى أسفل المنحدر علما بأن الكتلة تتحرك إلى أعلى المنحدر وهذا يعني أن الكتلة تتباطأ لكن بما أن Mg أكبر من Mg ساين ثيتا فإن Z و Y أكبر من القوة المحصلة عند X و W حسناً ما معنى معاملة النظام كجسم واحد؟ إنها طريقة تستعمل عندما يتحرك جسمان أو أكثر بنفس السرعة والتسارع ما يتيح لكم استعمال معادلة واحدة لإيجاد التسارع عند معاملة نظام أجسام كجسم واحد يمكنكم في هذه الحالة تجاهل القوة الداخلية لأنها ستشطب مع بعضها البعض وهذا يعني أن بإمكانكم إيجاد تسارع النظام من خلال النظر إلى القوة الخارجية المؤثرة على النظام فقط ثم التقسيم على كتلة النظام الكلية حاولوا حل هذه المسألة على معاملة النظام كجسم واحد افترضوا أن كتلة ارمزوا لها بـ M1 يتم سحبها على طاولة أفقية خشنة بواسطة حبل مربوط بكتلة أخرى M2 إذا كان معامل الاحتكاك الحركي بين M1 والطاولة يساوم UK جدوا معادلة لمقدار تسارع الكتلتين عوضاً عن تحليل القوة المؤثرة على كل كتلة على حدة والحصول على عدة معادلات وقيم غير معروفة استعملوا معادلة واحدة من قانون نيوتن الثاني لكن عاملوا هذا النظام كأنه جسم واحد أي أن السؤال هو ما القوة الخارجية التي تحرك هذا النظام وتوقفه القوة الخارجية التي تحرك النظام هي قوة الجاذبية على M2 لأنها ليست جزءاً من النظام وبما أنها تحرك النظام أعطوها الإشارة الموجبة واستعملوا الإشارة السالبة للقوة التي توقف النظام كقوة الاحتكاك الحركي هذه على M1 لا تشملوا قوة الشد مع القوة الخارجية لأنها قوة داخلية وقوة الشد هذه تلغي الأخرى بما أنكم تعاملون النظام ككتلة واحدة اقسموا على الكتلة الكلية للنظام وعند كتابة قوة الاحتكاك الحركي بالنسبة إلى المعامل تحصلون على ميوكي ضرب القوة العمودية والقوة العمودية على M1 تساوي M1 ضرب G وهكذا حصلتم على تسارع النظام باستعمال معادلة واحدة انتهى الدرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر